أهلا بك يا جمانة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزء لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم أجرى رئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وخلال الاتصال أعرب سيسي عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره وليا لعهد دولة الكويت متمنيا له توفيقة وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من جانبه أعرب الشيخ مشعل الأحمد عن خالص شكره وامتنانه للرئيس السيسي على التهنئة مؤكدا متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت وتطلوه لتعزيزها في مختلف المجالات أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن تنسيق المشتركة وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط الأمن القومية العربية كما شدد رئيس السيسي أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع سعيا للتوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي ومحليا وفي اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته لأخيه العاهل الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف الأصعيدة ثنائيا أو ثلاثيا مع جمهورية العراق الشقيقة لسيما في ضوء تعظم التحديات التي تواجهها المنطقة وما يجمع مصر والأردن من روابط تاريخية وطيضة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردنية عن تشرفه باللقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومؤكدا حرص الأردن على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لأوجه العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والتي اكتسبت زخما في السنوات الأخيرة على خلفية قوة ومتنة العلاقة الشخصية بين السيد الرئيس وشقيقه جلالة الملك الأردنية ممن عكس بشكل إيجابي على الحرص والاهتمام المتبادل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية بهدف حل حالة عملية السلام واستئناف المفاوضات كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا حيث أكد السيد الرئيس أن الهدف الأساسي هو تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة سعيا إلى التوصل إلى حل جذري وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المصاري السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة أصولا إلى الاستحقاق الانتخابي مشددا سيادته على أن التنصيق المشترك وقوة الإرادة ووحدة المواقف العربية من شأنها فرض محددات وخطوط للأمن القومي العربية كما جتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب صلاح الدين ناصر مساعد مدير عام جهاز المشروعات للخدمة الوطنية الاجتماع تناول متابعة المواقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكا وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبرى موجها سيادته بالإسراع في معدلات التنفيذ وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية وانشاء مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر كما تابع السيد الرئيس كذلك خلال الاجتماع مستجداد بعض مشروعات وزارات الكهرباء والإسكان والزراعة كالربط الكهربائي مع دول الجوار والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية المختلفة لبناء وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين وعلاج مشكلة العشوائيات فضلا عن مستجدات مشروع إنشاء مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي إلى جانب إجراءات الحوكمة والتطوير لمزرعة الزهراء للخيول العربية المصرية الأصيلة والتي ستصبح نواة للمشروع العالمي مرابط أكد وزير الخارجية سمح شكر أهمية آلية التنسيق الثلاثي بين مصر والأردن والعراق مشيرا إلى وجود توافق بين دول الثلاث على أهمية منع تدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفضي في ختام اجتماع آلية التنسيق الثلاثي بالقاهرة كان هناك توافق كامل فيما بيننا حول أهمية الحفاظ على استقرار دولنا والمحيط العربي وعدم التدخل في شؤونه والاستمرار تسكية هذا النوع من التعاون باعتباره لا يستهدف أي طرف وإنما يستهدف العوائد المصلحة لشعوبنا ولكن في نفس الوقت نحن لدينا رؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي أهمية الحفاظ على القدرات ووجود الإمكانيات مجتمعة للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجهنا بدوره ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن أصفض جهود مصر في حل الأزمة الليبية والوصول لحل سياسي يحفظ ليبيا وأمنها ودول الجوار معربا عن دعمه لهذه الجهود الكبيرة خلال المؤتمر الصحفي المشترك لفت أصفض إلى أن الأمن المائي جزء من الأمن العربي مؤكدا مساندة الأردن لمصر فيما يخص ملف سد النهضة وكذلك تأييد أي اتفاق يحفظ حق مصر في مياه النيل موضوع الأمن المائي الأمن المائي هو جزء من الأمن العربي وبالتالي نقف إلى جانب الشقيقة في مصر في كل ما تتخذه من خطوات من أجل حماية أمنها المائي وتحديدا فيما يتعلق بسد النهضة والموقف صراحة الذي اتخذته جمهورية مصر العربية الشقيقة موقف عقلاني موقف يستهدف حلا توافقيا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويرتكز إلى القانون الدولي ونحن مع أشقائنا في كل ما نستطيع أن نقدمه للوصول إلى هذا الحل الذي يحفظ حق مصر في مياه النيل ويحفظ أمنها المائي من ناحيتي أكد وزير الخارجيات العراقية فؤاد حسين أهمية الاجتماع الثلاثي الذي عقد أمس مشيرا إلى أنه شهد التركيز على الموضوعات الاقتصادية وكيفية بناء آلية لاستمرار الأعمال المشتركة وزيره خارجيات العراقية لما مناقشة المشروعات في مجالات الطاقة والتكامل المستقبلي بين البلدان الثلاثة كاشفا عن عقد اجتماع المشترك قريبا بين الوزراء المعنيين في الدول الثلاث بالقاهرة من أجل الوصول إلى هذه الأهداف ولمناقشة المشروعات المقترحة في الواقع هذا الاجتماع الثلاثي كان اجتماعا مهما وفي اجتماعنا ركزنا على العلاقات الاقتصادية القضايا التي تهم الدول الثلاثة وتحدثنا عن كيفية بناء الآلية لاستمراريتها هذه الأعمال الأعمال المشتركة وتهيئة الأجندة للاجتماع القادم للقادة بالإضافة إلى آلية المتابعة والمواضيع التي تم طرحها كانت تتعلق بالإضافة للمواضيع السياسية كانت تتعلق بالمواضيع الاقتصادية وتعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى جاهدة لموكابة التقدم التكنولوجي بما يضع الانتاج الزراعية المصرية في وضع أفضل بالنسبة للسوق العالمي مجبولي أشار خلال لقائه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إلى أهمية الوصول إلى التنمية الزراعية المستدامة ونهوض بالاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستراد من بذور المحاصيل المهمة في إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر تم تخريج الدفعة 158 مما ها ضباط الصف المعلمين وبدأت مراسم الاحتفال بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم بمشاركة أكثر من 4700 مقاتل من طلبة المعهد المزيد متابعه في سياق هذا التقرير في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم تم الاحتفال بتخريج الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة الشهيد رقيب طلعت فتح محمد بدأت مراسم الاحتفال بالعرض الرياضي والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس بمشاركة أكثر من 4700 مقاتل من طلبة المعهد تضمن العرض تقديم الطلبة عرضاً للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم والتي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل واستعرضت طلبة مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الثابتة والمتحركة والمشتعلة ومهارات القراتي والكنغفو والملاكمة والتي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف تلا ذلك عرض الموسيقات العسكرية والتي قدمت عرضاً متميزاً أظهر ما يتمتع به الطلبة من درجة عالية من الكفاءة حيث قدموا تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركي والدقة في العصف من الحركة موسيقى وفي الختام وبأداء متميز وانضباط عسكري راق قدمت مجموعات من الطلبة وخريج معهد ضباط الصف المعلمين عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام الحق هو رفيق في دربنا ونمشي بروق الحق سباباً نحن الشهادة تخطي بدلنا ونحن في انتظارها في كل اشتيام على قلب رقم واحد نقول فلا قبل مسر ولا بعدها جباراً ولدنا سجاراً نصول وفي لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دماؤهم الزكية بثرى مصر المقدس لتفوح منه النسائم العطرة كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائنا الأبرار أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين اثنين في تبادل لإطلاق النيران لدى محاولة ضبطهما بمنطقة جلبانا بشمال سيناء وأضافت الداخلية في بيان لها أن العنصرين الإرهابيين قام بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات بعد معلومات عن إعدادهما وتخطيطهما لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة مشيرة إلى ضبط سلاحين أليين وحزمين ناسفين فضلاً عن جهاز لاسلكي وكمية من الطلاقات مختلفة الأعيرة توفي منذ قليل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض وأعلن الفنان عمر محمود ياسين عن الوفاة ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده علق عليها قائلاً توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين طالباً من جمهوره الدعاء له رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020 في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادية ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا توقع صندوق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو في الوقت نفسه توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو انتصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025 وأخفض صندوق توقعات معدلات البطالة إلى 8.3% من أصل 10.3% في توقعات سابقة أكدت توزيرة صحة هالا زايد أن إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر كانت الأمثل بين دول إقليم شرق المتوسط وأكدت زايد خلال المؤتمر الصحفي عقب ختام فعليات الدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أكدت أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية لفيروس كورونا وذلك نتيجة الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة من الموجة الأولى بدوره وجه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظاري شكرا للرئيس أسيسي لدعمه المتواصل في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر من خلال المبادرة أو المبادرات الصحية داخل مصر وكذلك دعمه لدول الإقليم التي تعاني من أزمات وكوارث طبيعية خدمة إخبارية جديدة تأتيكم على رأس الساعة أما الآن فنذهب بحضراتكم إلى فاصل قصير بعدها نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر